أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن ها نحن طلابي نطل عليكم من جديد ونلتقي ليكون الحديث خلال هذه الفترة هذا الأسبوع والأيام القادمة عن الأجهزة الأمنية في الأردن ويكون الحديث بداية عن مدرية الأمن العام نقول طلابي يشكل الأمن والاستقرار أساس وجود المجتمعات وتقدمها وأهم مواجبات الدولة تجاه مواطنيها وقد كفلت الدولة الأردنية حق الحياة للمواطني الأردني ولرعاية الدولة المقيمة على أرضها عن طريق الأجهزة الأمنية التي اتخذت على عاتقها السهر لتوفير حياة كريمة للمواطن الأردني وللمقيمين على الأرض الأردنية نعم نقول طلبتي ارتبط تشكيل جهاز الأمن العام في الأردن بتأسيس الجيش العربي حيث كان جزءا منه حتى فصل بينهما عام 1956 ومنذ عام 1958 أصبح يتبع إلى وزارة الداخلية هذه النقطة جاء أفضع دائرة في الامتحان المزاري طلبتي متى اتبع جهاز الأمن العام وزارة الداخلية في أي عام أيضا طلابي نقول بأنه يعد جهاز الأمن العام نموذجا لأجهزة الشرطة العالمية الرائدة التي أخذت من حسبان الأبعاد الوقائية والإنسانية والاجتماعية والحضارية للوظيفة الشرطية والمتمثلة بالمهام الآتية منها المحافظة على الأمن والنظام وحماية الأرواح والأعراض والأموال لذلك من هذه العبارة التي نراها أمامنا أينما تكون تجدوننا بعزم وثبات سندا وعونا لأكمل وأقول سندا وعونا لكل من يعيش على هذه الأرض على أرض وطننا الغالي الأردن أيضا العمل على منع الجريمة قبل وقوعها واختشافها والقبض على مرتكبيها وهناك إدارة مرافز الإصلاح والتأهيل وحراسة السجناء وتنفيذ الأوامر والقوانين الناظمة لمعاونة السلطات العامة لتأذية وظائفها وفق الأحكام القانون والعمل على مراقبة الطرق والعمل على مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه هذا طلاب مجمل حديث عن موضوعنا موضوع الأمن العام والتطور الذي حدث عليه شكرا لكم طلاب الأعزاء على أمل اللقاء بكم بحصة قادمة بإذن الله تمتم برعاية الله ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم